كان عيشو التواني الأخيرة من جولة أولى ياسين أصالحي شو هذا يعمل؟ كانت مراوغة جميلة دين ياسين أصالحي ولكن كانت دخول دين الدفاع وفي هذا الأثناء أحكم الجزائري محمد بن نوزا يعلن عن نهاية الجولة الأولى بتقدم فريق الرجاء البيضوي بهدف ياسين أصالحي أمامنا اللي يتمكن من افتتاح النتيجة في حدود دقيقة الرابعة وثلاثين نتابع الهدف زملاء تقنيين مشكورين لقدمهم جهودات كبيرة لإيصال الصورة وكذلك كل المحاولات ياسين أصالحي تمكن إذن من هذا الشباك على الحال اسمهنة قاسم كريم أكيد في انتظار جولة تانية تمنى أن الرجاء يستجل أهداف أخرى لتأمين التأهل للدور النصف النهائي شكرا لكم ونعود مرة أخرى لإستيدياتنا بمدينة أبدالع البضاء أكيد رفقة زميلي خالد شخمان ومحمد بكاري مرحبا من جديد بمشاهد الكرام فريق رجاء ينهي الجولة الأولى متفوقا بهدف ياسين الصلحي الهدف جاء عن طريق حملة مرتدة سريعة لفريق الرجاء الرياضي استغل لها ياسين الصلحي بشكل جيد مؤلنا عن الهدف الأول في انتظار أهداف أخرى إن شاء الله في الجولة التانية بكاري لكن فريق رجاء ربما انتظرنا يكون أفضل على مستوى الأداء على مستوى انتشار اللاعبين كانت مجموعة من أخطأ على مستوى التمرير ربما حتى الفريق العراقي قيم بالدور ديالله مدم أن هذه مباراة ربع نهائية مباراة الإيفا يعني النهيزم يعني الخروج نهائيا من المسابقة بالفعل شفنا الشوط الأول كان كل فريق متخوف من فريق آخر والتفارق ما بغى أنه يبادر ويباشر الفريق الخاصم شفنا فريق القوى الجوية احتوى كان متخوف من فريق الرجاء البيضاوي فريق الرجاء البيضاوي يتوى كذلك فاللي شفنا أنه فريق الرجاء البيضاوي استحوذ على الكورة يعني 128 كورة ورغم ذلك ما شفنا محاولات في 25 دقيقة الأولى فشفنا البصل اللي كانوا اللي كانوا الهجوم كانوا قلالهم متاتذ ديال الكورة وحدا عطاعت منهم هدف اللاعب الصالحي عن طريق حملة مرتبة لأنه شفنا كانت دربة خطأ ديال القوى الجوية وشكونا ريكي بيرا البانون هو الصالحي بالرأس دياله افتجاه متولي ودير لابل ومتولي بتمريره جيدة شجل بيها الصالحي هدف اللي اعطاعد الارتياح للمجموعة ديالفارق ولكن بعد هذا الهدف صبح القوى الجوية اخرج من وسط المجموعة ديالو وصبحت بالفعل باشي شجل هدف وكان انه خاليد متانا خاليد بوحد تير كادري اللي كان في دقاء سبعة كتين كان تعطيه هدف وتنظن انه فارق راجع الفيضاوي كان مستحوض على الكورة وكانت تمريرت من جهة اليومنا اكتر شفنا اليوم تمريرت من جهة اليومنا وكانت سبعة ديال ضربة بكاريفة نسف جهة ايضا كانت شكلات خطورة واحيانا هجمت الفريق العراقي بالفعل شفنا انه تنظن انه محمد فاخر قرأ بانه الجهة اليسرى ديال القوى الجوية هي اضعف من الجهة اليومنا وشفنا انه يسرى بالنسبة للقوى الجوية بالنسبة للقوى الجوية تحتوي تلعب بحاملة مضادة من الجهة اليومنا من الجهة اليومنا لانا تنشوفه الهاشمي تسعد الهاشمي والشطايبي وهم مما تجعل القوى الجوية تدير حملة مضادة من نفس الجهة اليومنا ديال الفريق الرجال وهو شيء عادي ربما فالأيضا هذه أرقام بكاري إحصائيات ببلغة ديال العلم يتصح القول لكن على مستوى للآداء التقني ربما كان ضباط تكتيكي أكثر لدي اللاعبين ما حسناش باللاعبين عندهم الحرية كثيرة ما عدا متولي أحيانا في الجهة اليومنا ثم حرية بنسبة أقل اليسرى الصالح بالفعل إذا شفنا أنه لا الفريق الخصم ولا فريق الرجال البيضاويد لاعبين بخطة محضة يعني احتياط هناك احتياط فالقوة الجوية لعب مهاجم واحد فريق الرجال البيضاوي كذلك بمهاجم واحد فشفنا أنه ما كان شهدك اللعب الجماعي في نفس الملعب ديال فريق قوة الجوية فبعد عشرين دقيقة باقي المباراة لم تدخلتش الأجواء ديالها فبعد سعودة عشرين دقيقة عاد شفنا فريق الرجال البيضاوي صبح خاطر جدا باللعب فإذا كان الصالحي لأنه شفنا الصالحي رغم أنه فالصالحي دار خمسة ديال هو اللي كان خمسة ديال الباصراتي ولكن كان هو اللعب اللي تخرج وتعطي الحلول اللاعبين هذا هو اللي جعل الصالحي يكون أكثر في فاسط الميدان وبنسبة لهجم وهذا الدور ربما الدور للمانوت بيسن صحيح خصوصا في الجولة الأولى من المباراة على أيام فالجولة الثانية فريق رجاء بمدربية مع محمد فخير ربما يوضع شاكي لأخرى يأمن الهدف كيف يمكن يدير محمد فخير خلال الجولة تانية فمحمد فخير سنرى ستبقى لعب نفس الطريقة التكتكية هي أربعة أمير باطي وكذلك لعب بوخريس وكروشي والهاشيمي وكذلك جوجة اللاعبين وسط الميدان المتأخيرين كوكو ومابيدي وتنشوفه بالصالحي ومتولي والشطيبي حتى هم من تضيع كرة تولي ويرجعوا في وسط الميدان مما تجعل تولي لعبين بأربعة خمسة واحد تبقى اللاعب برزق لوحده وهذا هو الذي يجعل نفس النهج التكتيكي يحافظ عليه محمد فخير ويعتمد على حملات المضادة التي تكون سريعة وتتكون مساندة من ضاهر أيمن أو ضاهر أيصر إلا كانت الكرة في الجيال يومنا فتتكون مساندة الهاشيمي ولكن الكرة في الجيال يصورة تكون مساندة القروشين مما تجعل فراغات والأجنحة وتجعل الأظهار التي تعطينا دي سنتر من الضروات ومن الغوش التي تعطينا هجمات التي تكون خطيرة وكانت تعطي أهداف كثير اليوم في الشرط الأول وهذا الذي نتمنى إن شاء الله في الجولة تانية فريق رجاء يكون أفضل لكن الصورة تتوضح أكثر فأولى اللقطات فأحيانا لعبي الرجاء لقوا صعوبة كبيرة جدا في إخراج الكرة من نصر الملعب فبخريس يمر الكرة الآن لأمير باطي أمير باطي بدون حلول النفس يعود يرجع يعطي للكرة تفتح بخريس بخريس التراريا يمر الكرة في اتجاه المهاجمين فهي أشياء أبوما تتوضح أيضا حتى فريق العراقي أدرس بشكل جيد فريق الرجاء والحدود تجي لهذا فكان ناجح نوعا ما فريق العراقي بالفعل فريق العراقي تنشف اللعب بخريس وأمير باطي يأخذ الكرة أنه لا تلقى حلول كثيرة لأنه فريق العراقي دير مركج الاندي فيديول في شكل عهد فتنشف أنه تنقى الحلول هنا تنشف في أي لعب نتيجة كرة لا تلقى حلول تنشف لعب يأخذ الكرة ربع لاعبين وهذه خطة يعني نطبقين الفريق العراقي بشكل رائع لقطة أخرى ربما تبين أيضا بشكل أفضل فانطلاقا من الحارس المرمى العراقي فالتمرير افتجاه المدافعي الفريق الرجاء بسرعة يستردو أيضا لاعبين للقوة الجوية للكرة ارتداد هجومي لاعب اثنين أمام أكثر من اللاعب فالحلول ولو أنها كانت صعبة فحاول فريق القوة الجوية ولو أن خليد العسكرين لم يمتحن مشكل كبير في المباراة لكن أحيانا كنا نحس بأن فريق قوة الجوية العراقي بإمكانه ربما يشكل خطر على الفريق العراقي بالفعل الفريق العراقي أبان بأنه لم يجيش من أجل الفصحة أو من أجل النزهة فأبان بأنه فريق قوي فريق الذي أبان في الشرط الأول على المستوى عالي جدا تنشف التمركز لعبين تمركز جيد على رقعة الملعب في المتا تكون القرى إلا أنه تريكيبير البانون وتنشف بها بلا ريكيبير وتدير حملة مضادة تنشف ثلاث لعبين تريكيبير وبانون وتدير حملة مضادة فمخاطرين في حملة مضادة لأنه ربعات المحاولات تدير ولوان هذا هو الذي يجعل الحيطة والحضار المدري محمد الفاخير يحتاط من الحمالات المضادة لأنه فريق القوى الجوية متمركز بالشكل رائع على رقعة الملعب هذه اللقطات التي اختارنا فهي تتبين الصعوبة المباراة وأيضا هي اللقطات قبل تجي الهدف فريق رجع فبسرعة تسترد فريق القوى الجوية العراقي وبسرعة تبدأ حملة مرتدة بسرعة كما تنجل اللعب النجيري فتيبدأ فريق العراقي بسرعة أيضا بناء الهجمات وعن طريق الجهة اليوم للفريق رجع والوصر للفريق العراقي وهو الشيء للأكيد أن نتابع محمد فخير تابع التقام التقني فالأمور هذه صعبة جدا ولن تابع البكاري فحتى إخراج الكرة الآن بالنسبة للفريق رجع كان إخراج خاطئ وتمرير كما سنتابع في نهاية الكرة فهو تمرير خاطئ في اتجاه حمزة برزق أيضا هي أشياء فقط تنبين بأن المؤارة أو الجولة الأولى على الأقل لم يكن سهل الفريق رجع بالفعل لم يكن سهل لأن الخطوط الخطوط للفريق القوى الجوية خطوط متوازنة ففي متى تحول الكرة الوسط الميدان للفريق رجع البيضاء إلا تنشوف الخطوط للفريق للقوى الجوية خطوط تتسعد مع الكرة وخطوط متوازنة هنا لتخلي القوة للفريق للقوى الجوية لأن من تستحوذ على الكرة إلا تحمل حملة مضادة بخطوط متوازنة لا تبقى الدفاع تراجع الوراء وتدروا حملة مضادة وإلا سيصعب على اللاعبين الذين تدروا حملة مضادة لترجع ريكي بيري والبالون على وسط الميدان هذا هو الذي يجعل الدفاع تساند اللاعبين وسط الميدان والهجوم للقوى الجوية ففريق القوى الجوية بالفعل قايم باللقاء جيد هذا الذي يجعل فريق رجع البيضاء وليس بالقوة لأن المتمركز بشكل جيد الأشياء أو التعليمات أو المذكرة محمد فخير مليئة بخلال الجولة الأولى ممكن يقدم عليها محمد فخير انتظروا تغيير مع بداية الجولة تانية ربما تسنينا المراوغات تحرك لعب الاله حافظة أكثر ربما عادي لشادي بتجربة لعب تونسي ممكن يقدم الإضافة للفريق انتظروا ربما تغييرت أو نضرأ أخرى لمحمد فخير أشواط تكون أشواط المدربين القراءات تكون قراءة محمد فخير وقراءة المدرب القوة الجوية فتنظن أنه محمد فخير يأخذ القوة الفريق وكيف سير من الشوط الأول ويحاول يزكيها في الشوط الثاني ويحاول يضغط على الفريق القوة الجوية في الجهة اليسرى الذي يبين على ضعف الظاهر الأيصر الفريق القوة الجوية الذي يبين بأنه ضعف ويستغل هذه الجهة اليوم لكي يمشي من التمريرات وهذا هدف الذي يعطي أريحي كثير للمجموعة لكي يدير تغييرات داخل المجموعة إن شاء الله نشير ربما لعب حسين علاء حسين لعب رقم 22 ولاعب سابق الفتح الرياضي الفتح فهو كان مر من فريق البيداد ولأنه ملعبش مع الفريق فقط ربما كان عنده تجربة أو اختيبار فقط فلاعب حد الساعة قدم لقاء جيد وكما جاء في التعليق ديال الزامي هشام فراج فربما الأكيد أن الفريق العراقي سعن بخبرة ديال لاعب حسين علاء حسين لتعريف أو لمعرفة القوة ديال الفريق رجاء الطريقة ديال اللاعب ديال المغربي التي تشابه كثير وهذا شيء جيد شيء جميل لاعب عراقي هو أول لاعب عراقي إشارة في الدور المغربي ولا لاعب مغربي الآن استطع أنه يفرض رسول في دور عراقي أو يوقع الأهل الأندية هناك فتنظن أن اللاعبين الأفريق ولا اللاعبين العرب لا يريد أن يحترف فتدور على الدور المغربي لأن تنعرف الأعين كثيرة لمناجر العالمين فتكونوا على الدور المغربي والدور التونسي والمصري والجزائري هذا يجعل اللاعبين العرب أو اللاعبين الأفريق تتوجه الدور المغربي